السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم أعزنا طلاب الصف الأول لإعدادي ومع درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية والنهاردة يا شباب معدنا مع من كتاب المعاصر لمراجعة النهائية ونبدأ نقول بسم الله نبدأ في سؤال التاني تايلوك بتوين ليلة أند هودا ليلة بتكلم هودا عن يوم هي قضيته على الشاطئ كيف حالك كويسة كيف كان الطقس بالأمس لما تلاقيك المتلايك ومعها معناها بيسأل عن حالة الطقس أو الطقس كان عامل إيه مبارح كان في عندنا في إجابة عن في سؤال روحت الشاطئ إمتى ممكن روح الشاطئ لو الطقس كان ايه كان حار لها اتواز هط لها عندنا ده مكان يبقى هنشتغل بكلمة وير وكلمة فعل ماضي يبقى عايزين فعل المساعد اسمه ايه دد يبقى وير دد ونرجع مصدر تاني عشان قنده قبل كده لما نستخدم عائلة اللي هي او نترجع الفعل الى ايه المصدر مرة تاني. بعد كده في سؤال تلاها وده احنا سؤال هنا عندنا عملتي ايه على الشاطئ ايه عندنا ماذا فعلتي هناك يعني على الشاطئ تلاها وماذا ايضا فعلتي هناك اقدر لها اي فعل في الماضي زي مسلا عندنا اخدنا صور التقط صور ايه نطيفة بعد كده السؤال التالت هو سؤال عن آآ بنت اسمها اكيو. ايه اسمها انيا. دي عاصمة دولة كانيا دولة افريقية يا شباب زيس is a typical day for me. يوم نموذجي يوم روتيني في حياتي. بصحة ساعة ستة ونصف tactics with my family. تناول الفطار مع العائلة. مدرسة بعيدة. كده احنا مش مجمسة. نروح ماشي. اللي بيوصلنا الاب والام للمدرسة. كلمة يعني يعني يوصل. دايما الرحلة الى المدرسة تستغرق وقت طويل لان الطرق ايه بيزي يعني زحمة. لما نسمع الجرس بتاع المدرسة ساعة ثمانية. عندنا اربع حسس. وبعدها الفصحة. احيانا نذهب الى المكتبة لقراءة الكتب. بعد الفصحة نقض حسس تانية. نخد الفطر بتاعنا او الغد بتاعنا سوري. اه الساعة اتناشر ونصف. المدرسة بتنتهي الساعة اربعة. عندما اصل المنزل. اتناول شيء. اعمل وقب بعد كده. انا واخي نشاهد تلفزيون قبل ما نام. اتباوت هاب باست ايت تبانية ونصف. عند يوم ايه مجهور. ادينا عنوان مناسب لتلك القطعة. كلمة يعني مناسب. يعني عنوان وبسلج يعني قطعة. ممكن قولها عندنا كده. يعني يوم نموذجي او روتيني في حياة مين? اكيو. بتعمل ايه لما تسمع جرس المدرسة. طبعا انا عندنا تروح على قاعة ايه المدرسة. في رأيك الطلاب لما يخلصوا اليوم الدراسي بيكون مشاعره عاملة ازاي? اكيد بيكون فرحة عندما روح البيت يعني. اول كده. اكيو تستغرق وقت طويل للزهاب للمدرسة. السبب? مدرسة بعيدة. ولا تصحى بدري. طرق زحمة. ايه اند سي. ينفع عندنا يقول الاتنين دول مع بعض. فعلا المدرسة كانت بعيدة. والطرق كمان مصدح ما يبقى ايه ان سي. كلمة يعني انت تذهب بايه? طبعا. يعني كلمة تحتها خط. ضمير ده اللي تحتيه خط. عيد على مين? كلمة هنا طبعا. عائلة اكيو كلها. يبقى اكيوز ايه فامل? ابو الام واخوها. كلهم بيروحوا فين في اتجاه المدرسة. بعد كده عندنا سؤال اختيارات. طبعا. يجي معها او هاز. فاطمة مفرد تاخد ايه? هاز. كلمة مفرد لا يعد لانه كمية. ياخد عندنا. الولد يقف فين بالنسبة للشجرة? الاب مش شايفه. يبقى اكيد واقف خلف الشجرة يبقى behind. behind يعني خلف. وin front امام. هناك بالقرب او بجوار واندر يعني تحت. الشخص الشجاع سعيد لانه عمل ايه? خطير مش ايه حد يقدر يعمله. واتفقنا ان ما لقى كده علامة معناها ده سؤال من كتاب صفحة كيان تسعة وتمانين. شخص بيقوم باتخاذ قنارات آآ جيدة طبعا عند شخص عاقل. عليك ان تعمل كلك كده على ايقونة كلمة سند عشان تبعت الرسالة. يبقى اسمها ايه? طبعا احنا قلنا لو انت شغل على الكمبيوتر ولابتوب بتعمل كلك بالماوس. اما لو شغل على موبايل او تابل بعمل ايه تاب? number seven. things you buy to remember a holiday are cold. اشياء تشتريها لكي تتذكر الاجازة اسمها ايه? يعني هدايا تسكري. a child with no mother or father is cold. طفل ليس له ابا وام يعني توفو يعني. orphan يعني يتيم. the musical instruments. آلة موسيقية. which you had to make noise. تغبطها كده بيدك عشان تعمل الصوت. اسمها ايه? drums. drums يعني طبلا. famous football teams have a lot of the encouraged players. فرق قرية القدم المشهورة. عندها ايه بيشجع الفريق? عندها fans يعني مشجعين. كلمة fans دي يعني زعان في سمكة. و fans يعني شاحنات. و fits يعني طبيب بيتاري. ونروح على السؤال الخامس. سؤال آآ كوريكت. it's not my camera. my is new. انها ليست كاميرتي. كاميرتي جديدة. فعايز ان نحط هنا ضمير ملكي. الضمير الملكي يا شباب لا يأتي بعدها اسماء. يجي بعدها زي كده. او يجي في اخر الكلام. ملكي كضمير اسمها ايه? mine. mine is new. is there any nuts in the cupboard? هل يوجد اي مكسرات في الدلاب? طبعا. nuts جمع. يبقى عندنا طبعا عندنا. number three. my uncle has got two child. طبعا جمع كلمة child. ان هما طفلين اتنين. اسمها children. you shouldn't eat a lot of fruits and vegetables. طبعا الصحة عندنا نصيحة جيدة. يجب ان تأكل خضروات وكه كثير. بعد كده في باراغراف اسمه for your favorite food. اكتب عن وصفة طعام انت بتحبه. كنا نخدنا قبل كده الرز باللبن. رايز بودينج. هنا عندنا كتابنا ايه? اول كده جملة افتتاحية. تقول ان مصر مشهورة بطعام اللذيذ. واحد من اكتر الوجبات آآ شهية يعني او واجبة لزيزة مصر. is rice a pudding. لو رز باللبن. its recipe وصفته is very easy. سهلة جدا. because it has little ingredients. فيها ايه? فيها مكونات قليلة جدا. to make rice pudding. عشان تصنع رز باللبن. we need محتاجين rice, milk, sugar and some water. محتاجين رز واللبن وسكر وبعض المية. we boil the water with rice. نغل المية والرز in a saucepan في الإناء. then we add milk and sugar and stir. نضيفه لللبن والسكر ونقلب. we stir بنقلب ليه? to cook the ingredients well. عشان نضبخ المكونات كويس. we put the rice pudding in dishes. بنحط عندنا الرز باللبن في الأطباق صغيرة. we can add raisins. ممكن نضيف the beef or cinnamon اللي هو القرفة. on the top to give it good taste. عشان نيديله طعم كويس. we put the dishes. بحط الأطباق الصغيرة ديت in the fridge. اللاجة. because i like to have cold rice pudding. بحب أكل ايه? رز باللبن يكون سائع. it's a perfect recipe. وصفة ممتازة جدا. you should try it عليك أن تجربها. it's very delicious. لاززة جدا. وممكن تتكلم عن الكوشة ليه عن سمك عن رز بس عادي. وهكذا. نروح على الامتحان الخامس. طاها is asking عمر about technology at school. طاها بيسأل عمر عن التكنولوجيا في المدرسة. قال له do you use technology at your school? هل تستخدم التكنولوجيا في مدرستك? فقال له إجابة. بعدين we use tablets. والتابلتز زي شباب نوع من أنواع التكنولوجي. فيقول له عندنا yes I do. في سؤال قال له yes I can. وليكن مثلا. هل تستخدم التابلت جيدا? can you use the tablet well? قال له yes I can. which subjects? المواد do you use tablets in? لتستخدم فيها التابلت. قال لما بتبقى الكمبيوتر. فقال له عندنا we use them in computer studies. وينفع تقول له أي مون تانية. في سؤال قال له yes my classroom has a smart board. خلي بالك كلمة has لوحدها. فعامل وكأنه فعلا مفرد آخر اس. لكن has got يبقى هاز هنا فعلا مساعد. هنا ما فيش كلمة got. فهنا عامل هاز هنا يا شباب وكأنها ايه? فعلا اساسي في الجملة للمفرد آخر اس المفرد. قلنا قبل كده لأفعال المفرد اللي اخيرها اس المفرد. لما كون سؤال بكلمة ايه? تمام كلمة does. فهقول له كده does your classroom have smart a board. do you use mobile phones at class? هل بتستخدم موبايلات في الفصل? طبعا ممنوع طبعا الكده انده في اي مدرسة. قال له النوع اي 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 ضل. بعد كده في عندنا تتكلم على كتاب بتاع في بلاد العجائب. هي قصة للاطفال مشهورة. قصة مغامرات. كان عندها مغامرات كتيرة في بلاد العجائب. قبلت شخصيات شيخة كتيرة. بلاد العجائب غريبة. but it was an interesting place for alice. لكنها كان مكان ممتع لاليس. alice was sensible. يعني عاقلة. brave شجاعة. clever ذكية. she met white rabbit. قبلت ارنب ابيض. that was always late and ram fast. دائما اخر المعاد وبيجري بسرعة. the teacher cat is a funny animal. قطة اسمها من نوع teacher يعني. مضحقة جدا. which helped alice. ساعدت alice to find different places and characters. انها تجد اماكن مختلفة. وشخصيات مختلفة. the queen of hearts. ملكة القلوب. was a scary person. شخصية مخيفة. but alice was not frightened of her. alice قصة alice مغاملتها في هذا العجائب. وينفعت باي عنوان خاص. how did the teacher cat help alice? ازاي القطة اللي موجودة في قصة. ساعدت alice ان عندنا. the cat helped alice to find different places and characters. كان اللي بتساعد alice تجد اماكن وشخصيات مختلفة. why do you think alice was brave? ليه في رأيك alice تعتبر شخصية شجاعة? لانها ما تخافتش من ملكة القلوب. because she wasn't afraid of the queen of hearts. لم تكن تخشى ملكة ايه? القلوب. alice met a lot of interesting in wonderland. alice قبلت ايه مشايق في wonderland. بدل العجائب? characters, شخصيات. the word clever means very. كلمة clever يعني ذكي يعني ماهر يعني شاطر. معناها intelligent يعني ذكي. the underline known here. here d. عايد على مين? the queen of hearts. ملكة ايه? القلوب. بعد كده عندنا choose. i live in alexandria with parents. اعيش في اسكندرية مع والدي. طبعا عازين هنا الصفة ملكية عايدة علي انا. الابوين توعي انا يبسمون ايه? my parents. we can with our tongues. بنعمل ايه? باللسنة? taste. نتزوق. does he like basketball? قلنا ندو او does او did. بيجي معهم دايما infinitive. يعني مصدر. برضو يعني ايه? يعني فعل مضارع بدون اي اضافات. يبقى بتلايه بس. last week last week في الماضي. علامات الماضي البسيط. يبقى عازين هنا فعل ماضي او تصريف تنزمي بنقول. يبقى عندنا when i see lines. لما شوف السعود. i feel i don't like them. بشعر باي? لو شفت اسد. frightened يعني مرعوب. but proud يعني فخور. you can see a beautiful from the top of kairu tower. لو طلعت قمة برج القاهرة. هتشوف منظر رائع منظر او مشهد يعني view. it's nice to students from different countries. بعد كلمة two. يجي مصدر كلهم مصدر معنى الجملة. كان شيء لطيف ان قابل طلاب من كل الدول او من دول مختلفة. يبقى meat. unhealthy foods cause illness and add to your. طعم غير صحي. بيسبب المرض وكمان بيزود وزنك. اسمها add to your weight. ويت يعني الوزن. culture يعني ثقافة. فرميش معلومات. hide الطول. you can boil water in. ممكنك ان تغلي المياه فين. طبعا انصاص هان. اللي هي اناء. is a natural drink and very healthy. مشروب طبيعي. صحيح جدا. اللي هي الارفة يعني. لان ريزن زبيب بيبرفلفل ناتس مكسرات كلهم مش مشروبات. نروح على السؤال الخامس. there isn't any tablets. طبعا tablets جمعي. يبقى aren't. first putting some water in the kettle. طبعا فعل الامر يا شباب او التعليمات بتكون مصدر دايما. يقوله اولا ضع الماء في الغلاية. يبقى الصح. put. grandfather will arrive at five o'clock. جدي. سيوصل الساعة الخامسة. let's go to meet his. طبعا. meet هنا فعل. وبعد اي فعل بيجي مفعول به. مفعول به بتاع جدي اسمه ايه? him. there is too many sugar sugar sugar. كمية لا تعد يبقى to a much. بعد كده في براكراف على your favorite place. مكانك المفضل. تعال نشوف كده بنائي. I live in a beautiful city in Egypt. اعيش في مدينة جاملة في مصر. my city has many nice places to visit. مدينتي. فيها اماكن لطيفة تيرة للزيارة. my favorite place is the park. المكان المفضل عندي والحديقة. I like going to the park at the weekend. بحب بروح هناك في العطلة الاسبوعية. I go to the park with my family. بروح مع عائلتي. I sometimes go to the park with my friends. واحيانا بروح مع اصدقائي. we do many activities in the park. بنعمل انشطة كتيرة في الحديقة. ممكن نقول بدل. many things. we often go there to enjoy the beautiful nature there. بنروح هناك عشان نستمتع بالطبيعة الجميلة. we sometimes play some funny games. حنا بنلعب بعض الالعاب المضحقة. we usually take nice photos together. وبنلتقط صور مع بعض. we can have picnics. بنعمل كده نوزها فيها at the weekends من اجازات. my brother goes there to read his favorite books. اخي يذهب هناك. لكي يبقى القطب مفضلة في الهدوء هناك. او الدورز يعني بالخارج. we usually help clean the park to make it look nice. احنا عادة بنتعاون وننظف الحديقة. عشان تبدو بصولها ايه افضل. ممكن تكتب اي انشطة تانية. ممكن تعملها فين? في الحديقة يا شباب. ممكن تزرع فيها بعض الدمتات. بعض الورد. وهكزين. اخر نمتحان النهاردة. نمتحان السادس. واقل is playing chess online. واقل بيرعب شترنج هالانترنت. فبس بيقول له what are you doing? واقل. مستفعل يا واقل? فقال له I. طبعا I am playing chess online. جبنا منين الجملة ديت. من هنا يا شباب. كزين اللي فوق ده. فقال له سؤال. قال له I'm playing chess with John. بلعب مع John. وضحت انه بيقول له بتلعب مع مين? يبقى who? طبعا I am تبقى are you playing with? يبقى who are you playing with? قال له John. بتعجب كده. يقول له مين جون ده? بقى who is John? من هو جون? قال له he is my English friend. صحبي الانجليزي. do you always play chess online? هل انت دائما تلعب شترنج على الانترنت? فقال له I have many friends online. عندي اصدقاء كثيرة على الانترنت واضح انه قال له ايوة. yes I do. do you also chat with your online friends? هل انت ايضا بالدرد شو بتتكلم مع اصحابك online? فقال له عندنا yes I do. كده السؤال التالت كالعادة هو سؤال comprehension قطعة فهو. my name is Lamia. I'm nine years old. I leave in Aswan with my family. طبعا ان الجمع انت سهلة جدا. my parents الوالدين are teachers معلمين. my brother علي is thirteen years old and خالد is nine. اخوية عالي تلاتشرة سنة. وخالد تسعة. وهي البنت عندها ايه? تسعة سنوات لم يا برضو قطعة انه ممكن تكون توين مع مين? مع خالد. I play music with my brothers. بعزة موسيقى مع اخواتي. علي plays football. وعلي بيلعب قرد قدم at school. and he watches football matches on tv. ويتفرج على مباريات قرد القدم في تلفزيون. خالد بيلعب سباحة يوم الجمعة. there is a swimming pool near our house. في حمام سباحة والقرن من منزلنا. my best friend is Aya. انا اصحاب جدا. عزة صديقة عندي. we play basketball at school. وبنلعب مع بعض في آآ المدرسة بسكتبول سلة. and we are both in the school team. وكل مننا عضو فين في فريق المدرسة. our team is very good. فريقنا ايه? جيد جدا. give a suitable title for the passage. عايزيني عنوان مناسب هنا. طبعا نتكلم على عائلية لمية. ينفعول كده. all about لمية او لمية يعني كل شيء عن لمية او لمية. لمية قرع علي. من اكبر في السن? لمية قرع علي. لمية عندها تسع سنين. علي عن تلاتاشر يبع علي. هل تعتقد ان عائلة لمية سعيدة? تقول لهم عندهم هوايات وكلهم. الاب المدرس والام يروحوا النادي. بس عيدة. وكده بعملوا ايه هوايات جيدة. حمام السباحة. ليس ايه? ليس بعيد. لان هو اصلا نير قريب. يبعى عندنا ضمير اللي اسمه عند او الكلمة اللي اسمها معاناها عيدة على مين? على اية او لمية. يبعى عندنا اية. كلمة نير بتاعتها خط. فهي عكس كلمة ايه? يعني قريب عكسها بعيد. نروح على سؤال تشوز. سلمة من علامات الماضي البسيط. يبعى عايزين تصريف تاني. يعني فعل ماضي. كتبت قصة. لا يجب ان تصنع لوضاء تعمل الدوشة يعني. في مكتبة المدرسة. طبعا نصيحة. يبقى. ما ينفعش تعمل ده. زيها زي كلمة زي انجوي. بيجي بعد يوم فعلة اخره غرفة في قمة المنزل اسمها الطائر الصغر اللي لسه عندنا خارج منه. ده كده لسه اي بي بيصغير بيكون ويك ضعيب جدا. مش بيقدر يتيج. يمكنك ان تجد كثير من الكتب مكتبة. ليس فعل من افعال الطبخ. طبعا يغلي ويقلب ويضيف كلهم افعال. لكن لا. اللي هو عندنا رزب لبن يعني. ميت الزمين. لحمة. هو مكون رئيسي في اكل اسمها تاجين في في المغرب. اسمها يعني مكون. محمد صلاح يحرز يعني سكورز. كمبيوتر والبوائلات هي نموذج ليه? نروح على السؤال الخامس. السيارة تخص مصر علي. يبقى انها ملكه. والملكية او ضمير الملكية. المذكر اسمها هز. شي مفرد. يبقى يبقى وصف الماضي. يبقى اعزم فعل الماضي زيها. يبقى اميرة تجي قبل الفعل الرئيسي. يبقى بعد كده كيف تبقى امن على الانترنت. تعالى نشو كتبنا ايه? استخدام الانترنت مهمة جدا في حياتنا. الناس باستخدام الانترنت يوميا لعمل اشياء كثيرة. عندما تكون online. عليك ان تتبع بعض القواعد. كي تبقى امن. خلي كلمة مرورك على اي موقع. سري. لا تكون صدقات مع ناس متعرفهمش على الانترنت. لا تخبر احد بمعلومات عندك شخصية. لا ترسل صورك لاشخاص متعرفهمش. لو في حاجة عملك قلق على الانترنت. اغبر الوالدين او معلمي. متعملش مكلمات فيديو مع اغراب عنك. واخيرا يجب ان تكون حذر جدا في استخدام التكنولوجيا الحديثة. كده يا شباب الحمد لله. خلصنا لانتحنا الرابع والخامل والسادس من المراجعة النهائية تم المعاصر بالصف الاول دي. يا رب يكون الفيديو مفيد ليكم. من التوفير للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.